السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة الأولى من سلسلة تميز في العلوم وخوضة أعلى العلامات طلبنا الأعزاء لكي تقدر تبدي أعلى العلامات وترفع النقضة في مدة علوم طبيعي والحياتة وتحصل على المراد تلك واللي هي العلامة الكاملة أو العلامة الجدة مرتفعة في مدة علوم طبيعي والحياة يلزم تعرف وشارك مطالبة تتلقاه في هذه السنة سنة الباكالوريان يعني يجب تعرف الركائز بتاع مدة علوم طبيعي والحيات لتقدر به تحل السيجي تاع الباكالوريان وتدفيه أعلى العلامة أخوتي الأعزاء ثلاث ركائز في مدة علوم طبيعي والحيات نهضره على الجانب التطبيق اللي تحل به التمرين اللي تحل التمرين كامل والجبالي أعلى العلامات الحاجة اللولة اللي يجب تعرفها وهي الموارد المعرفية الموارد المعرفية هي الدروس اللي يلزم تتحصل عليها الحاجة الدوزيام اللي هي الموارد المنهجية طريقة إجابة كي نسمع ستعليمة و كيفاش نجاوب الحاجة الدروزيام وهي الأساسة واللي يطلع عليك العالمات تاعك بزاف والطلبة غافلين عليها كي بزاف طلبة منكم أو يقول أستاذ هدرنا على الدرس هدرنا على المنهجية سيبوا هذا الزوج نقدر نطلعو بهم العالمات تاعنا لا لا عايز طالب طالب أراك غالب سمعت قرأت الدرس المليح و عرفت كيفاش تجاوب قرأت منهجية لكن كي تجي تجاوب في التمرين كي تجي تحصل التمرين تاعي تسيب دايما النقطة تاعي هابطة أو دايما تعجز أو تحل التمرين لكن كي تجي تقارن تسيب الفكرة تاعك كانت خارج وش يلزم يكون في التمرين أو خارج عن المشكلة الألبياء المطروحة في التمرين على هذه الأساسة وهو رقم ثلاثة يتمثل في كيفية التفكير السليمة أثناء حل التمرين في فيديو قادمة بإذن الله سنتحدث على كل ركيزة من هذا الركائز المهم أنتك طالب أول حاجة تعلمتها في برنامج اللي ستقوم به وتحصل به على مكاملة ليه ركيز الأولى موارد معرفية ركيزة الثانية ليه الموارد المنهجية والركيزة الثلثة كيف أفكر لحل التمرين السليم أو كيف أفكر بالطريقة السليمة لحل التمرين وأخذ العلامة الكاملة بإذن الله على هذه فيديو قادمة سنكمل ما تبقى سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم اشتركوا في القناة